شاهدت النبي حني الأحداث اللي كانت في الهيكل عندما بارك سمعان الشيخ الطفل يسوع الطبيب لوقة بيعطي 43 مرجع أو آية لنساء في إنجيل لوقة ومنهن طبعا أرامل كثيرة حني كانت نبي حني بنت فنويل من صبت أشير طبعا من صبت أشير ليست من صبت لاوي اللي بيقوموا في تقديم الذبائح أو العمل في الكهنوت لكن خدمتها خدمة مميزة كانت خدمتها خدمة الصلاة والطلبات تعبد وتصلي ليلا نهارا في الهيكل لمدة 84 سنة كانت أرملة بعد ما تزوجت سبع سنين و84 سنة بتخدم في الهيكل كأرملة فتخيل كم عمرها عندما تزوجت فكانت عجوز لكنها كانت تتوقع مجيء المسيح تخدم بأصوام وصلوات وكانت تسبح الرب وتكلمت مع جميع طبعا المنتظرين فداء في أورشاليم نفس المغزى بيتكلم عنه سمعان الشيخ وبتتكلم عنه النبي حني ألا وهو رسالة الفداء رسالة الخلاص هذه طبعا حني شاهدت الإعدادات السياسية والمسرح تمهيدا لمجيء المسيح حتى أعطيك فكرة بالنسبة لعمرها عاصرة يوليوس قيصر واغتياله وأيام أغسطس قيصر بعد يوليوس قيصر جزء من عصر المكابيين وهيرودوس الكبير الفاسد الظالم وهي أيضا كانت تعاني من دفع الضرائب والعبودية المؤلمة من الرومان كانت تنتظر الفداء الفك التحرير الخلاص وهي مع أنها ليست من صبت الكهنود لكنها تصلي وتعبد وتصوم للرب شيء مهم أيضا في هذه القصة التوقيت المهم عندما نصلي الشخص اللي بيصلي يستطيع أن يميز الأزمنة والأوقات والشخص اللي بيصلي بيكون ممتلئ من الروح القدس والشخص الممتلئ من الروح القدس يستطيع أن يرى أمور يستطيع أن يدرك بيكون عنده التمييز والحس الروحي فمهم جدا التوقيت اللي حصل في الهيكل في أور شليم فطبعا هي نبية مثل ما بيقول عنها الكتاب مثل نساء كثيرات في الكتاب المقدس مثل مريم مثلا أخت موسى ودبورة والنبية خلدة وزوجة إشعياء النبية وهكذا في العهد الجديد بنات فليبوس الأربع كنا يتنبأنا لكن خدمتها كانت الصلاة والصوم وأنا عاوز أشجع اليوم النساء اللي بيصلوا واللي بيصوموا رح يكون أمر يعني مهم جدا ولسيما في هذه الأيام في المجيء الثاني نصلي حتى الله يرسل انتعاش للكنيسة نصلي حتى الله يفتقد شعوبنا برسالة الفداء برسالة النور برسالة الخلاص أيضا صلت ليديا بولوس جاء من آسيا إلى أوروبا ووصلت الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس شيء جميل نختم في هذا الموقع في هذه المدينة في منطقة الهيكل بورك يسوع المسيح وكان فيه نبوات حول مجيء المسيح وكانت نبية حنة بنت فنؤيل من صبت أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو أربع وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أوروشالي اشتركوا في القناة